سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الظالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفوهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرونك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نصينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقل رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وساق الباطل إن الباطل كان سهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يسين الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاصد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسلس في صدود الناس من الجنة والناس اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقزي لنا بها جميع الحاجات وتتهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقسى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير